اشتركوا في القناة فقد تم حجدهم في الطابق الأرض بقصر المؤتمرات الذي تحتله اليوم قوات التحالف كان صدام قرر الالتقاء بيملكم يثبت العالم أجمع أنهم يعاملون أطب معاملة ولما كانوا ينتمون الجنسيات المختلفة فقد دعيتوا لترجمة أقوالهم فكان استجوب الرئيس أحدهم استجوب الرئيس أحدهم لا نريد أن نكون ضيوفكم إننا نريد مغادرة هذا البلد كان بوافر الذي جاء إلى بغداد لتخطئة أزمة العراقية يسير إلى جانب صدام وقد انتاز هذه الفرصة لكي يسألوا إن كان يسمح له بسؤال صغير ودام الحوار بينهما أكثر من ساعة كاملة حيث تحول إلى مقالة صحفية حقيقية كان الرجلان يجولان في بول قصر بتقدم مصور قناة الفرنسية واثناء الحديث تطرق الرئيس لشجاعة العرب وفخرهم لكن فاتريك وافر ودون أي اختراب ما لبث أن تجرى على السؤال سيد الرئيس إنكم تتحدثون عن الشجاعة ولكنكم تختبئون وراء النساء والأطفال وأمعن الرئيس النظر فيه وأجابوا بهدوء تام إنك لم تفهم القضية كما ينبغي إن تفهم هؤلاء ليس رهائن ولا دروع بشري بل هم ضيوفنا ونحن لا نختبئ ورائهم لقد أغضبوا ذلك السؤال بعض الشيء لكن شيء من ذلك لم يبدأ على ملامحه ولم يحقد على صحفي بأي حال كان الصدام يتصرف غريزته فإن هو شعر بالارتياح فإنه لا يتردد في أن يعطي كل وقته وعنايتي لمحدثي ومنهم بوافر الذي سعد أيما سعادة بمقابلة خاصة مسترسلة وحرة وكان صدام قد أبدأ هذه الفكرة مرات عديدة من قبل إثناء لقاء مع جورج قلوي ووناب عمالي آخر ومناضل مناصري القضية العراقية فقد استعرض الرجلان قوة الدعاء الأمريكية وقال جورج قلوي لصدام أنه لاستعداد لمساعدة العراق باستخدام صحفين بريطانيين فأجابه الرئيس قائلا أننا نفكر في إنشاء قناة تلفزيونية باللغة الإنجليزية فإن كنت ترغب في المشاركة فيها فإنني لا أرى مانعا في ذلك كانت قناة تلفزيون هذه ستسمى تلفزيون عرب لكن نظرا لضيق الوقت ربما أيضا لإسباب فنية ومصاعب أمنية لم تر هذه القناة النور أطلاقا لكن في مقابل ذلك لقيت مقابلة توني بين التي بثت قناة الإنجليزية Channel 4 أي قناة الرابعة صدع حقيقيا فقد كانت أول مرة يتحدث فيها الرئيس أمام الرأي العام العالمي منذ دلاع الأزمة ومنذ دقائق الأولى الحديث تفاهم صارت تفاهم بين صدام وتوني بين الذي راح يقدم نفسه ليس كحفي بل كرجل صاحب نوايا طيبة قال لقد جئتك لسبب واحد إن أرى إن كان بالإمكان نستكشف بمساعدتكم سبل السلام عن طريق الحوار لا أحب إن أرى الحرب ثانية بعد اليوم لقد فقدت فيها واحدا من أخوتي ملايين عديدة من ناس في العالم لا يحبون الحرب فبموافقتكم على هذه المقابلة التاريخية آمل في أن تكون قادر على مساعدتي وعلى الإدلاء بكلمات إيجابية أهلا وسهلا بك في بغداد إنك تعد دور الذي فرضوا العراقين على أنفسهم وهو دور استلهمه من ثقافة وحضارة ومساعدة في تاريخ البشرية هذا الدور لا غنى له عن السلام لكي يزده ويتطور لذلك فالإعراقين مصررين على حماية حقوقهم وحقوق الآخرين فبدون السلام وسوف يضطرون إلى مواجهة العديد من عقبات التي ستحول دونهم وخدمة البشرية هكذا بدأ الحديث دائما متحمسا فقد بدأ الرجلان كأنهما جنتلمان يتناقشان حول قضاء العالم حول قدحين من الشيين ووقع صدام تحت فتنة النائب العمالي ومن جهته كان توني بن يبدأ تجاه صدام قدر من احترام ولم يسعي لاستفزازي شفهيا حتى وإن لم يتردد في مواجهتي بأسئلة مباشرة هل لك صلاة مع القاعدة؟ لو كنا نملك صلاة مع القاعدة ولو كنا متمسكين بهذه العلاقات لما كنا خجلنا من اعتراب بها لذلك سأقول لك بلا لف أو دوران ومن خلالك والكل الذين تهمهم هذه المسألة لا لا تربطن أي صلاة من صلاة مع القاعدة الحقيقة التي ضاعد عند موعيد قراءة الشريط هذه المقابلة أجدني مقتنعا بأن صدام كان يقول الحقيقة لكن هذه الحقيقة ضاعد وتاهد ولم ينتبه لا أحد في ضجيج وعجيج ما قبل الحرب وأهم من ذلك أن هذه الحقيقة لا تشمل الصلاة بمنظمة إسام بن لادن وحسب بل تشمل أيضا أسلحة دمار الشامل المزعومة التي يتهم نظام بإخفائها ما قصة الحصن الأرضي هذا وما هذا الذي يروي هذا الرجل الذي يدعي قلوي كان صدام صاقطا على التصريحات الأجلى بيناب حزب العمال جورج قلوي الذي كان قد استقبله في شهر ينار عام 2003 فبعد عودتي لإنقرتر أطل هذا الأخير بنفسي عبر الصحافة مؤكدا أنه التقى بصدام في الطابق الثالث من أحد الحصون الأرضية وسواء كان هذا الرجل يسعى للترويج عن نفسه أو كان الصحفي هو الذي حرف أقوال في الأمر لا يعدني يكون مجرد كذبة فضل فقد كنت إلى جانب الناب إثناء زيارتي لقصر الجمهوري وتمنيت هذا المثاب على قراءة الصحافة البريطانية أن أشرح لي صدام أن الصحف تايلويد والجراد الشعبية لها سوى الإثارة وبأنها قد روجت لتصريحات قلوي لكن جورج قلوي هذا المناظر للدوب من أجل القضية العراقية كثير التردد على بغداد في مهمات تضامنية ففي خلال سنوات الحصار نظم هذا الرجل يقام في إنجلترا للصبية مريم وهي فتاة عراقية مصابة بداء اللوكيميا الناتج عن إشعاعات اليورانيوم غير المخصف كان الناب قد قطع رحلة الزيارة في حافلة الضاد طابقين كنا نتوقع أن يجأ صدام في استقباله لكن شيء من ذلك لم يكن وكان جورج قلوي ثناء مروري من الأردن قد أدل بحديث لم ترق لصدام فرد على سؤال لحد الصحفيين سأله فيه إن كانت نشاطاتي الإنسانية بمثابة دعم للنظام العراقي رد عليه قائلا إنني لا أحمل صدام حسين في قلبي فإذا كنت آتي إلى عراق فليس من أجل الصدام ولكن من أجل شعبه فالشعب هو الذي يعاني وليس صدام كان المكتب الصحفي قد نقل إلى الرئيس هذا التصرح المزعج لكن صدام لم يكن يميز ما بين شخصه وشعبه كان العراق هو صدام وكان صدام هو العراق وشعر صدام لفرط حساسيته بالإذنال ومنذ ذلك الوقت لم يصبح قلوي مرحبا في بغداد كما كان من قبل ومع ذلك فقد ظلوا واحد من آخر المتحدثين مع صدام ففي تلك الفترة المتأزمة لم يعد الرئيس الذي صار أصدقائه قليلين قادرين على التحفظ في الكلام وقلوا يرتكب جريمة المساس أو العبث بذات الرئيس فبالنسبة للرسميين العراقيين كان يجب أن يكون آخرون أما مع أو ضد أما أصدقاء وأما أعداء فكل موقف وسط كان يبدو لهم مجبوها كان معظمهم يجهل الكيفية التي تدور بها وسائل إعلام الأجنبية فقد كانوا يستوعبون المظاهرات السلمية عبر العالم بمشاعرهم مختلطة ومع ذلك فقد كانت تلك المظاهرات تدعم مواقف صدام وقد كان بعضهم يؤكدون أنه لأمر طيب هذا الذي يفعله قلوي وأنه شطاء الغربين بمضاراتهم التي تخدم قضية العراق ولكننا كنا نحبث دعما أكثر صراحة كانت القيادة العراقية تفضل بالفعل أن يتجند العالم من أجل العراق وليس ضد الحرب عليها وكانوا يتمنون أن العالم قاد حملة لصالح صدام وليس ضد بوش فقد كانوا يرسمون الوضعية بالأبيض والأسود بينما كانوا يملكون حجة سهلة الترويش ما بين العراقيين انظروا أن شعوب الكرة الأرضية تقف إلى جانبهم بينما صار الأمريكيون في عزلة في الديوان كانت هذه تعبئة شعبية تبعظ العزاء في قلوبنا ومع ذلك كان بعض أصدقائي في لقاتنا الخاصة لا يخفون قلقهم من ذلك ما الذي يريد هؤلاء الناس الذين يتظاهرون هل هم يتمنون الدفاع عن دكتاتورية صدام وعلى الفور وافق صدام هذا الرأي وهو يقول له نحن على استعداد لبدل الجهود فالأمريكيون هم الذين يعدون للحرب أما نحن نريد السلام وحتى نؤكد لكم نوايانا الحسنة فقد ذهبنا إلى حد توجيه دعوة العناصر مكانة استخبارات الأمريكية بالمجيئة للعراق للتحقق من معلومات حول أسلحة دمار الشامل التي يزعمون أننا نمتلكها بل وقد طلب صدام المبعوث يوح النبورس الثاني يمارس الفتكة ضغوطي على ولايات المتحدة أن رسالة السلام ينبغي أن تأتي من الأمريكيين وأني لأنصحكم باستعمال تأثيركم والذهاب للتحدي شخصيا مع جورج بوش فقد تتمكنون من أقناعه بالتخلي عن طريق الحرب والسير في طريق السلام كنت أنتظر من إنشغاري أن يخترح مبادرة من موسى لكن بلا جدوى فقد أنصرفي لإفكار السمحة والعموميات حول السلام وهكذا جاء الحوار الذي دام ساعة ونص الساعة مخيبا للآمان لقد أحسستوا أن المبعوث لم يأتي إلا لكي يقول لقد قمنا بواجب وليحدث بعد ذلك ما يحدث وقد أبدأ صدام رضا بهذا اللقاء الذي اكتست طابع المجاملة وعلى إثر هذا اللقاء سلمه شيغاري صورة التذكارية لقائمة السابق في عام 1985 في تلك الفترة كانت عقيلة الهاشمي العضو السابق مجلس حكومة الانتقال المتخصصة في الآداب الفرنسية هي التي قام بدور المترجمة وقد هنأ القسر رئيس على صحته جيد والمجلس طدام بدلا من يقول له على سبيل المزاح أنتم أيضا في كامل الصحة فلو لم تكن راهبا لكنت نصحتك بالزواج ولكنت عصرت لك على عراقية جميلة